حكومات منطقة غرب أفريقيا تسعى لمواجهة حاسمة للانقلابات فعضاء المجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس كشفوا عن خطة لبناء قوات لحفظ السلام وبعد قمتهم السنوية في العاصمة النيجرية أبوجا اتفق قادة هذه الدول على بناء قوة مشتركة للتدخل عند الحاجة القادة عازمون على تشكيل قوة إقليمية تتدخل عند الحاجة سواء كان ذلك ضد الإرهاب أو لاستعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء وتبنت القمة إعادة ضبط الهيكل الأمني في الأعضاء الخمسة عشر لضمان حفظ الأمن في المنطقة ولم تكشف المنظمة الإقليمية عن تفاصيل خطة بناء قواتها لكنها أعلنت أن المسؤولين عن شؤون الدفاع سيعقدون اجتماعا لاحقا لتحديد الآليات وقد يواجه تشكيل قوات موحدة مشكلات جمة تتعلق بالتوافق السياسي بين الأعضاء والتمويل وصولا لصلاحيات هذه القوات ومدافع عالية تدخلها ويقود ثلاث دول من أعضاء إكواس هي مالي وغينيا وبقنفاسو عسكريون وصلوا للسلطة من خلال انقلابات طيلة السنوات الثلاث الماضية فيما أحبطت دولة النيجر وغينيا بيساو محاولتين انقلابيتين على التوالي في السنة الماضية ومطلع السنة الحالية وتبقى المعضلات الأمنية عنوانا أساسيا في تحديات هذه الدول حيث نشأت وتوسعت تنظيمات المسلحة نفذت هجمات دامية وباتت تزعزع منطقة تهزها الانقلابات والأزمات الاقتصادية